مرحبا بكم في قناتنا أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو سنتحدث عن موقف محمد صلاح على ما يحدث في غزة مع شعب فلسطين نشر محمد صلاح نجم لي فربول الإنجليزي فيديو على حسابه أنستغرام يوضح في راءه حول الأحداث الأخيرة وهذا في الفيديو الذي يطح عديد تساؤلات من حيث مضمون والشكل نصلاح لم يدحث بالعربية ولم يعطى جواب وضح وأيضا الفيديو كان عن طويقة للذكاء الاصطناعي وقال صلاح شهدنا في الأيام للسابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب لا يمكن تحمل وطيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها يجب أن تتوقف المجازر فالعائلات تتقطع أواصرها يجب أن السماح بتقديم للدعم الإنساني لغزة فوراً يمر سكان غزة بأوضاع مزرية بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً من خلال هذه التصريحات أكد محمد صلاح على تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لكن لم يذكرها بصريح العبارة كما دعا صلاح إلى وقف العنف وتقديم للدعم الإنساني الفوري لسكان غزة شكراً لكم على المشاهدة ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو لدينا العديد من المفاجأت في الأفق قريباً وسنقوم بتقديم جوائز وهدايا قيمة لأفضل المتابعين تابعونا على قناتنا واشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وداعاً شكراً لكم على متابعتكم المستمرة لنا ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم محتوى مفيد وممتع لكم